الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحية تقدير وعتزاز لكل عمال مصر في عيد العمال وأكد رئيس السيسي على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي أن عمال مصر الذين تعهدوا ببناء الوطن قد أوفوا بما وعدوا به وأنهم بذلوا قصار جهدهم في النهود بدولتنا العصرية الحديثة كما أكد الرئيس أن اليوم هو رمز التفاني والإخلاص في العمل داعيا الله أن يديم على عمال مصر الصحة والعافية وأن تزدهر بهم مصر شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على مناطق متفرقة بقطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن الغارات أسفرت عن سقوط 23 شهيدا بعدما تم استهداف مناطق في رفح ومخيم النصيرات وخان يونس كما استهدفت غارة إسرائيلية مقر شركة توزيع الكهرباء في منطقة الزويدا واستقطاع غزة أعلنت الأمم المتحدة أن كمية الأنقاض والركام التي يتوجب إزالتها في غزة أكبر مقارنة بأوكرانيا وأوضح مسؤول عمليات نزع الألغام في الأمم المتحدة مونجو بيرتش أن كمية الأنقاض تمثل مهمة مكلفة وخطيرة بشكل كبير في القطاع بالنظر إلى وجود قنابل غير متفجرة بها وتشير التقديرات إلى أن ما بين 10 إلى 15% من الذخائر التي يتم إطلاقها من قبل الاحتلال الإسرائيلي لا تنفجر وتشكل بالتالي تهديدا دائما للسكان المدنيين رفض المئات من طلاب جامعة كاليفورنيا فضى الاعتصام رغم مغادرة بعضهم عقب تحذيرات من الشرطة وأوضحت وسائل إعلام أمريكية أن المعتصمين بالجامعة يتأهبون لأي مواجهة مع تمركز عشرات من رجال الشرطة وتحليق المروحيات وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن شرطة لوسانجلس تصطف بأعداد كبيرة أمام جامعة كاليفورنيا بينما يرفض المعتصمون المغادرة عرضت فرنسا على إسرائيل ولبنان عقد مفاوضات غير مباشرة في باريس لإيجاد تسوية دبلوماسية للجبهة الشمالية وأوضحت القناة الثالث عشر الإسرائيلية أن إسرائيل وافقت على عرض فرنسا بينما تنتظر ردا من حزب الله اللبناني يأتي هذا في الوقت الذي تبادل فيه حزب الله اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلي القصف العنيف على طول الحدود قامت وزيرة الثقافة نيفين الكلاني بزيارة بيت العود العربي في أبوظبي بهدف تعزيز التعاون خاصة في مجال الموسيقى العربية ودعم الموسيقيين الشباب وخلال الزيارة التقت الكلاني بالفنان نصير شمة مؤسس بيت العود العربي حيث ناقش الجانبان تكثيف التعاون بين بيوت العود بعدد من الدول العربية والتي كانت انطلاقتها ببيت العود العربي في القاهرة سجل نيكولاس فولكروج هدفا قرب نهاية الشوط الأول ليقود فريقه بروسيا دورتمانت الألماني للفوز بهدف دون مقابل على ضيفه باريس سان جرمان في ذهاب قبل نهائي دور أبطال أوروبا لكرة القدم وأحرز فولكروج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة والثلاثين من تسديدة من داخل منطقة الجزاء ورغم استمرار محاولات سان جرمان فإنه لم يتمكن من إدراك التعادل قبل نهاية المباراة